صباح الفل حلقة جديدة من صباحك ومطرحك على الراديو 9090 اسمحولنا نكون موجودين معاك ودلوقتي من الاسمعالية من مزرعة من مزارع مصر الخير واليومين دول احنا بنتكلم عنها كتير لو تاخدوا بالكم في صباحك ومطرحك بس خلينا بقى ايه احنا بكنا بنتكلم زي ما يقولوا ايه شفهيا ونحكي لكن انت وانت بتسمعنا دلوقتي على الراديو لو دخلت وشفت كمان الفيديو هتعرف احنا موجودين فين بالتفصيل بكل حاجة اسمحولي يكون معايا صديقي العزيز استاذ معتاز محمد يميزو صباح الفل صباح الفل ومنورنا ويا رب قبال كل سنة فعايزك توصف للسامعين ايه احنا فين بالزبط احنا في احد المزارع الخاصة بمصر الخير اللي بتستقبل سكوك الاضاحي او رغوس الماشية اللي ان شاء الله نقدر نوفر بها سكوك الاضاحي السنة دي النهاردة عندنا حاجة مهمة جدا احنا اول سنة نبوش عليها حاجة مهمة جدا بس اول سنة نسلط عليها الدول الاعلامي شوية هي لجنة الفحص لجنة فحص الرؤوس بتنزل للجنة مسئولة عن تقرير ايه للرؤسة اللي تنفع تخش سكو الاضحية ويا رب يا رب يا احمد يبقى كده شريعة الاضحية السنة دي كده يبقى وشها خيرة على مصر كلها وكل المستحقين في كل المحافظات يوصلوهم لحمة لان احنا كلنا فعلا محتاجين نحس ببعض يعني. محتاجين لحمة. محتاجين طبعا كله محتاجين. ده عيد اللحمة استاذ احمد. يعني المشهد اللي حوالينا ده هو مش وليد النهاردة ولا مبارح ده ده قصة طويلة. فحكييلي الحدوتة بقى من اول بقى المستفيد لحد ما خطوة خطوة لحد ما بتبتدي بقى الاضحية اصلا تتسلم. فمزارع مصر الخير يا احمد بنشتغل على سيركل التنمية باسلوب مباشر. يعني انا بالنسبالي من احسن من احسن الخطوات اللي مصر الخير بتاخدها هو المستفيدين اللي بيطلعوا بعد سك الاضحية معهم ارباح وبيعملوا مشروع. المستثمر الصغير. هو ده هدف مصر الخير. بقى انا تمن سنين دي السنة تمنع التولي اللي بنقدم فيها سك الاضحية. سك الاضحية في مصر الخير مش مش سك انت بتتبرع بيع مش بتدفعه علشان خاطر تعمل شريعة الاضحية. لا هو انت بتساعد في توفير مصدر دخل البني ادم. بتساعد في نموه وبني ادم. بتساعد في انت تخلي بن ادم يبقى كده حاسس بنفسه. فكرة تنمية الانسان. اللي هو الشعار اللي مصر الخير دايما رفعه. في كل مزارع مصر الخير اللي بتديرها اه بانا دي تمن سنة زي ما قلت لك احنا بيبقى في مشروعات اه توليد دخل كل اه مستحق من المستحقين اللي في الاطار بتاع المزارع بتاعت مصر الخير. اه بيقدم على عشرين راس كرد. مصر الخير بتوفر العشرين راس. اه فيه جهة امولية من البنوك اللي بنتعاون معها بنشكرها طبعا. اه مش عايزة اذكر لحد عشان منساش حد بس اهنا يعني مجهود كبير طبعا. طيب دلوقتي احنا موجودين في 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 مزرعة من ارض مصر الخير. من المزارع الجميلة لمصر الخير. المزارع لمصر الخير اه. انا بقى واحد بيسمعنا دلوقتي وعايز يعرف هو هيعمل ايه مطلوب منه ايه هيحصل على ايه هيتوزع منه ايه لما يشترك في سك الاضحية. اه كمتبرع ولا كمتبرع. اه عندنا مصر السنة دي سبعة وعشرين كيلو. اه سك سبعة وعشرين كيلو. تمنتاشر كيلو بيروحوا للمستحق بيتوزعوا باسم المتبرع للمستحق في كل محافظات مصر. وفي تسعة كيلو بيروحوا للمتبرع بداية من خمس يوم العيد. وفقا بقى انت حاجز زي اونلاين او الهوتلاين ستاشر مئة واربعين او دافع زي في اي ستور في مصر الخير بيتكتب لك على السك اليوم بتاع الاستلام الجزء بتاعك. حابب ان انت توزعت السبعة وعشرين كيلو كلهم طبعا احنا موجودين وبنوصل لغاية حلاب وشلاتين في التوزيع. قيمة السك السنة دي كمي? تلات تلاف تسعمائة وتسعين جنيه. اه ده مقابل طبعا السبعة وعشرين كيلو. عندنا كيلو صدقة برضو بمية وستين جنيه. اللي معا. حاجة تانية بقى غير السك كمان. اللي حابب يشترك في الصدقة بقى. بالزبط. اللي ما عندوش الكدرة السنة دي انه هو يقدم سك الأضحية فممكن يتبرع با كيلو صدقة بقيمة مية وستين جنيه بيوصل طبعا للمستحقين في كل ربوع مصر. سوز معتز يعني ربنا جزيجوا كل خير وان شاء الله سك الأضحية وكالعادة موفق والسنة دي يكون اكتر نجاح.